مرحبا بكم مشاهدين الكرام في عدد جديد من برنامجكم القانوني يد العدالة في برنامج يد العدالة في كل مرة نناقش المواضيع خاصة المواضيع التي تشغل الرأي العام نحللها نفسرها نناقشها مع الأستاذ ياسين خاصة من النحية القانونية نسعد باستضافة الأستاذ ياسين محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة لديما يرافقني في التحليل والتفسير القانوني لهذه المواضيع مرحبا بك أستاذ ياسين شكرا بلال مرحبا بمتتبعينا الكرام متتبعي قاناة النهار أسأل الله مساءكم بكل خير مرحبا بكم شكرا أستاذ ياسين أستاذ الموضوع دينا النهار اليوم هو السب القف والتهديد عبر مواقع تواصل اجتماعي وكذلك في الحياة اليومية يعني هناك العديد من الناس عانوا من هذه المشكلة نطلب منك أستاذ نبدأ بالتفسير القانوني لهذه المشكلة حقيقة بلال تشهد أروقة المحاكم عدة قضايا ويشهد المجتمع في حياته اليومية يعني عدة مشاكل جراء هذه الجرائم التي نظمها قانون العقوبة الجزائري في مواد هذه الجرائم يعني لتبسيط شرحها هي جرائم تمسوا بشرف واعتبار الأشخاص يعني مثلا جنحة القذف القذف يعني باش نبسطوا الفكرة والمفهوم تها جنحة القذف أو جريمة القذف هو الإدلاء بإسناد واقعة مشينة إلى شخص آخر وذلك عبر نشرها يعني باش نمثلوا يعني شخص يقوم بالتشهير ولا بإسناد واقعة مشينة ويسندها إلى شخص آخر مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي يقوم يعني بإسطناع واقعة ويسندها إلى شخص أو طائفة عرقية أو طائفة دينية ويقوم بنشرها تلك الواقعة تمسوا بشرف واعتبار ذلك الشخص ويعني فيها عقوبات رحين نتكلموا عليها فيما بعد كين ثاني جنحة السب؟ جنحة السب هي عبارات قادحة ومشينة ثاني وين شخص يقولها لشخص آخر ولا ينشرها في مواقع التواصل الاجتماعي ولا يبعثها عن طريق أسماس ولا يبعثها عن طريق هاتف نقال عبر وسيلة عبر وسيلة معينة وهي معاقب عليها قانونا وكين ثاني التهديد بالتشهير يقدر يكون تهديد عادي يعني تهديد معلق بشرط أو معلق بظرف معين أو تهديد بالقاتل أو تهديد بالاعتداء وهي جريمة عقوبتها مشددة كثيرا ولرن نشوفها حاليا بلال هي التهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي عرفت انتشار كبير عرفت انتشار جد واسع مع انتشار استعمال مواقع التواصل الاجتماعي بكافة منصاتها ولهنا احيانا وين الاشخاص معلبل همش يقوموا بافعال معلبلوش معلبلوش العقوبات التي ستطاله اذا كان الشخص الاخر يعني قام بايداع شكوى او قام باجراءات معينة استاد في هذه النقطة اروح لك لحاجة يعني تابع لهذا السؤال ما هي الوقاعات التي يعاقب عليها القانون خاصة في هذه الجرائم الوقاعات التي يعاقب عليها القانون مثلا مثلا نلقى شخص يهدد شخص اخر عبر منصة فيسبوك يعني يدخل فيسبوك يحط الصورة تاعه ولا يحكم الصورة تاعه ويهده بفعل شيء معين مقابل نشر صورته او نشر شخصه او حياته اليومية يعني في مواقع التواصل الاجتماعي اذا كان ما قامش بذلك الفعل العقوبة الهندة قضيت الحق حتى العشر سنوات خاصة اذا كانت الجرائم التي يتكلم عليها في اطار التهديد يعني من الجرائم المعاقب عليها بالمؤبد او يعني بعقوبة ثقيلة استاد كيف يتم اثبات الوقاع او كيف يتم اثبات الدليل انه انسان تعرض لسب او القفف او التشهير وشنهما كما احنا نقوله الوسائل اللازم او الحقائق اللازم تثبتها للعدالة او المحكمة لياخذوا بهذه الدلائل نعم اولا بلال فيما يخص جنحة التهديد والسب يعني مثلا جنحة السب اذا كان السب علني يشترط في رقنه العلنية والله هنا يثبت بشهادة شهود يعني يثبت بشهادة شهود التهديد ايضا حسب المادة 284 من قانون العقوبة وما يليها يثبت ايضا بشهادة شهود ويمكن ان يثبت ايضا بتحرير وثيقة ورانا نتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الانترنت بصفة عامة او الهاتف يمكن ان يكون السب عبر رسالة نصية يعني اسماس يكون فيه السب اللي هنا يكون يعني سب غير علني اللي هنا راه مخالفة اذا كان ايضا السب عن طريق الهاتف استاذ سمح لي برك هل القانون يأخذ بهذا القرائن هذا نعم تعتبر اثباتات اذا كان السب يعني موثق في رسالة نصية سواء الميسانجر او في منصة فيسبوك او واتساب اللي هنا راه جريمة دليلها موثق لكن جنحة السب يعني يشترط في ركنها العلني ان يكون هناك شهادة شهود لانها من الجنح التي يتطلب اثباتها شهادة شهود يعني وتكون ايضا عبارات القدح يعني مشي كل كلمات تعتبر سب او شتم يعني يجب ان تكون عبارات قادحة ومشينة وهي في غالب الاحيان تخضع لسلطة تقديرية للمحكمة الجزائية او قاضي الجنح السادة رحوا لنقطة اخرى نقطة التشهير كان العديد من الناس عانوا من التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحكم تعرف انتشار كبير كان بعض الناس اللي جئوا لانهم يقوموا بتبادل صورة ناس ولا يقوموا بنشر صور ناس ويخليهم متابعين انهم يعلقوا تعليقات ساخرة او انهم يعلقوا بتعليقات مشينة نوعا ما كيف يتعامل الانسان في هذه الوضعية نعم بلا كما قلنا جنحة السب او التهديد في طابعها او في وصفها التقليدي يعني قانون العقوبات قد عقب عليها بمجب احكام خاضعة للمواد 284-296 من قانون العقوبات ولكن مرونة القوانين العقابية تقتضي بتطور وسائل التواصل الاجتماعي وبتطور وسائل التواصل يعني اطورت الجريمة حقيقة نشوف عدة جرائم لفيها التشهير والتهديد بالتشهير خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك الى غير ذلك لهنا القانون يحمي الضحايا الذين يتعرضون لهذه الجرائم يعني عقوبة جد وصارمة ونعطي بن قوسي المثال على ذلك ان شخص مثلا يعني يحكم صورة شخص ولا يحكم صورة فتاة ويهددها بتشهير تلك الصورة يعني لهنا رهي عقوبة جد وصارمة تقدر تلحق حتى الثلاث سنوات وايضا 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 يثباتها يثباتها هو جد بسيط لانها ثابتة بموجب ذلك التوثيق كي الناس بالزاف مع لبلهم يدخل الفيسبوك ولا يديرها يعني عن طريق صدفة أو يديرها عن طريق ضحك يعني مع الأصدقاء عن طريق مزاح ويلقى روحوا في محكمة متابعة بجنح جنح القذف أو تهديد بالتشهير أو التشهير والعقوبة التحى وأكد أنها عقوبة جد وصارمة أستاذ نمشي مباشرة مشاهدينا الكرام اللي هناك بعض الناس في شارع قاموا بيطرح بعض الأسئلة بعض الإشكاليات لك أستاذ نتمنى تجاوب عليها نمشي مشاهدينا الكرام للسؤال الأول أستاذ هنا بعض الناس يتعرضوا للتهديد مش هم الإجراءات اللي لازم يتخذوهم قانونيا أولا إذا تعرض للتهديد عن طريق هاتف سواء رسالة نصية أو عن طريق رسالة ولا في المسانجر ولا إلا هنا يعني الأمر جد بسيط لأنه أصلا الدليل رهو موثق يتقدم سواء إلى فرقة سيبريانية للأمن الوطني أو الدارك الوطني ولا يروح عند محذر قضائي يثبت تلك الرسالة النصية ويتقدم بشكوى إلى سيد وكيل جمهورية المختص إقليميا وهناك إجراءات متابعة تتخذها نيابة وتمشي الملف وتروح للعدالة نقول أنه الدليل غالبا ما هو دليل تقني علمي يكون ثابت سأت نمشي إلى السؤال الثاني نمشي إلى السؤال الثاني السلام عليكم أستاذ عندي واحد الإشكالية صرت عندي واحد جرناء عيط له واحد في تليفون ما يعرفوش أبل بدي هدد فيه في الحالة هادي أستاذ ويش من طريقة يستعملها قانونيا للدفاع النفس أو كما نقولو يحاربوا قانونيا كيف يفاهم يستاذ كان بزاف ناس يتعرضوا للشتم عبر الهاتف هاتف النقال بألك هذا الشيء صعيب أنك تثبت هذا الشيء قانونيا كفيتين من التعامل مع هذه الحالات نعم المواطن الكريم يطرحوا سؤال يقول لك باللي شخص مجهول مع أن تهجات السب أو التهديد عن طريق رقمين مجهول إنكوني لأن الأمر جد بسيط أنا أقول بلي في الجزائر حاليا يعني في المجال هذا يعني كي ينتقدم كبير وتطور كبير كي ينفي رقتع أمن مختصة في المجال هذا يعني تلحق حتى للشخص الذي قام بإرسال تلك الرسالة النصية ويلحقوا ليه يعني يقدروا يجبدوه والإجراءات تبدأ تمشي الإجراءات تبدأ تمشي الحل والإجراء الوجب هو أيضا كما قلنا في الجواب السابق يتنقل إلى وكيل الجمهورية وكيل الجمهورية يعني يمكن له يعني أن يحقق في الموضوع عن طريق الضبطية القضائية ويلحقوا حتى للشخص هذا المجهول يعني أمر سهل نمشي يا أستاذ لسؤال الثالث أنا أصحبتي كانت شارية واحد البوس حلت فيها فيسبوك وقالت فيها شحل هذه البوس أبخي شي باكسرتها ورمتها بالصحة هذا الفيسبوك قعد عندها قعد عندها شحل 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 بصحة واحد نهار كونيكتات كونيكتات رحل للكونت ما كشكي فاشتردو وتصاورها كانوا فيما منذك كانت بعتروحة تصاورها جاءوا حد النهار وين واحد شراء هذه البوس كي شراءها تخلي هذك للكونتيتو درموت فاسوب يلقى تصاور تصاور أبخي لحق لها سيئ لحق لها هذك هذك البخصون لحق لها قال هبلي فالا واني لقيت تصاورك بدأتها لما بدأتها بدراهم بدأتها في صدر قال لها كيف يطفل واني لقيت تصاورك وليسي تدري واذا نقول لك واذا نقول لك واذا نقول لك واذا نقول لك طفلتي خافت لم أجدت واذا تدري كيف تصاوري وكان غير ونظمت على كيف تصاورها قالت لك الأخوة تصاور وما لا نرحل عند عبدو أحد أخر إشكالية كبيرة إحنا أستاذ. إشكالية جدا كبيرة لأنه بلال الناس يعني تفتح حساب في الفيسبوك تفتح عن كونت ومع لبلهاش لكونسيكونس. إنت إذا كان فتحت عن كونت يعني برقم هاتف يعني رقم الهاتف هذاك ما مخليته كين إجراءات من بعد تتباحها. روح يعني المصالح على الهاتف هذاك ويعني تدير مراسلة ولا تدير كتاب بقى أنك تخليت عليه ولا باش شخص آخر ما يفتح لكش الحساب بتاعك في هذه الحالة المواطنة الكريمة أنا أراه تهديد تهديد بالاعتداء وتهديد معلق على الشرط وهي الحالة التي تعاقب عليها المدى 284 من قانون العقوبات ويمكن أن تصل عقوبتها حتى العشر سنوات حتى عشر سنوات لأنه حسب سؤال وحسب المعلومات الوقائع التي أدلت بها المواطنة يعني هذا الشخص أصره يطلب أكثر من من شيء يعني شيء عادير يعني نشوف يعني ما حبتش يعني تفصل إكزاكتور في الوقائع ولكن وقائع جده جده خطيرة أنا نصحها باش تلتجئ مباشرة إلى الضبطية القضائية من أجل البحث عن هذا الشخص يعني في أقرب الوقت يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نعم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ويعني رح تكون فيها نتيجة على حسب الوقائع اللي حكيتهم مننا أستاذ في آخر البرنامج أخلي لك الكلمة باش توجه بعض الإرشادات للمواطنين يعني بعد ما شفت الأسئلة ديالهم مدنهم بعض النصائح فيما يخص قضايا القذف التحديد خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنها هي الأكثر انتشارة فضل الأستاذ نعم حقيقة أنا نصيحة لنعطي لها للناس المشاهدين الكرام يعني الناس اللي راي تشوفينها أولا الرزانة مش يتقلق واحد يبدأ يعني يسبه يبدأ يبعث رسائل لأنه في المقابل أولا يعني شرعا لا يجوز ثانيا يعني القانون بالمرصات لهذه الأفعال فيما يخص التعامل بمنصات التواصل الاجتماعي منصات التواصل الاجتماعي ليست يعني لعب ليست لعب وأيضا أنك يعني دير صورت عن ناس واحدة أخرين لا نرى نقوله باللي القانون جد و جد و حازم في هذا المجال قانون العقوبات كي ينعدت قضايا لذلك يتعين على الناس يعني اتخاذ الحيطاء والحذر في التعامل بهذه المنصات شكرا أستاذ على التحليل والتفسير المبسط للمواطنين شكرك أستاذ بارك الله فيك بعد أن ختموا مشاهدنا كرام عدد نهار اليوم نراكم الأسبوع القادم في موضوع جديد مع الأستاذ في يد العدالة سلام